إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون سورة الواقعة سورة الواقعة ما معنى المغرم؟ المغرم معناه المدين أثقلته الديون المغرم؟ طبعا نستخدم المغرم بمعنى هذا شيء آخر المغرم يعني معنى الغرام يعني يتقاضاه كما يتقاضى الغريم غريمة نفسه نطوي في نفس الدلال لكن فيها جانب أنه كيف يسمى مغرم يعني يتقاضاه كما يتقاضى الغريم لن يجب الله أكبر هذا الغرام يواجب نتفرج حضرتك حتى إسقد دلالي ومنتاز م شاء الله يعني تكسى كساء دلاليا جديدا صحيح فإذا المغرم هو المدين والمدين يتقاضاه الدائن يطلب صحيح المحروم مقتصر على نفسه هو محروم هو محروم ليس عنده شيء لكن ليس بالضرورة مدين يتقاضاه أحد محروم صحيح إذن المغرم مدين طيب يتقاضاه الدائن يطلب المحروم لا ليس بالضرورة هو محروم ليس مدين ليس إذن المغرم هو محروم وزيادة صح صحيح صحيح محروم وزيادة صحيح أي الأولى بالتوكيد بالخسارة المغرم خلاص إنا لمغرمون بل نحن محرومون لما ليس بدرجة واحدة صحيح سبحان الله ليس بدرجة واحدة هذا مطلوب يتقاضاه الدائن يطلبه يعني مغرم هو محروم ومطلوب وزيادة وزيادة أما المحروم ومحروم محروم فأي الأولى بالتوكيد من حيث الخسارة المغرم خلاص يعني قاعدة رياضية سبحان الله العظيم